قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة ستبدد قلق تركيا بشأن قرار بلاده تزويد المقاتلين الأكراد بالأسلحة والذين تصفهم أنقرة بالإرهابيين وزير الدفاع الأمريكي أضاف خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ستعمل مع تركيا لتعزيز أمنها على الحدود الجنوبية مؤكدا أن واشنطن ليست قلقة بشأن حلف شمال الأطلسي والعلاقات مع تركيا وكان رئيس التركي رجب طيب أردغان قد أكد أنه يأمل في أن تغير الولايات المتحدة قرارها بتسليح الوحدات الكردية في سوريا يتزامن ذلك مع موعد زيارته لواشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل